استقبل صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصد القضبية صباح اليوم المواطن إبراهيم علي أحمد الذي تقدم لسموه بخالص الشكر والتقدير على اهتمام سموه وتجاوبه السريع محالة أسرته وتوجيهات سموه الكريمة للوزارات والأجهزة المعنية بمساعدتهم وتوفير سكن ملائم لحالة الأسرة وظروف ابنتيه الصحية وخلال لقاء أكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء الموقر أنه تابع شخصيا حالتهم فور نشرها وتأثر بها كثيرا لما تحمله من أبعاد إنسانية معربا سموه عن تقديره لهذه الأسرة وما تتحلى به من صبر وتحمل وقال سموه أن وقوفنا معكم هو من واجبنا ومزئوليتنا ويسرنا أن نكون إلى جوار المواطنين نشد من أزرهم ونتمنى لكم ولعائلتكم السعادة ونوه سموه إلى أن المجتمع البحريني تميز بما يربط بين أبنائه من تلاحم وما يرتكز على أساس متين من شيء من مودة والتراحم التي توارثناها عن الآباء والأجداد من جانبه أعرب المواطن إبراهيم علي أحمد عن أسمى آيات العرفاني والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على متابعته الشخصية لحالتهم مؤكدا أن ذلك ليس بجديد على سموه صاحب القلب الكبير الذي يحتضن جميع أبنائه من المواطنين وأكدت اهتمام وامبادرة سموه وتجاوبه مع معاناة أسرتهم أثلجت صدورهم وأدخلت السعادة إلى نفسهم وقال إن سموه دائما يزرع الأمل في النفوس فسموه هو والد الجميع الذي لا يتأخر عن الوقوف إلى جانب الجميع والتواصل معهم في مختلف الظروف سائل المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر